تاريخ كبير وعظيم ورائع في فترة قصيرة بالمناسبة يعني عشان حضركم أو فيه ممكن جيل شباب صغير أو ما يعرفش أو ما شافش كابتل طريق السعيد كابتل طريق السعيد مبطل كورة 30 سنة يعني كل هذه الإنجازات الرائعة فيها فترة احتراف طبعا في اندلقت يعني عشان برضو لو عدت منكم ما تنسوهاش يعني اندلقت البلجيكي كل فترة الرائعة دي مع المنتخب ومع الزمالك ومع الاهلي ومع اندلقت البلجيكي كان لحد 30 سنة يعني هو طبعا نصيب طبعا ورزق طبعا في البداية لازم اشكر حضركم طبعا التقرير المحترم دوت يعني طالع من ناس محترمين زي حضركم يعني هو طبعا نصيب ورزق طبعا ان انا بطلت في سني صغير عكس العيبة كتير كملت واللعبة بشكل جيد يعني وعندنا نمزق كتير طبعا لكن هو نصيب ليه بعد وقتها اخدت القرار ده الاصابة يعني الاسف كمان انا عمل اكتر من 6-7 عملات في رجبتي والعملية الاخيرة فكت لازم اروح المانيا وعملها وبعد سنة سنة ونص ترجع تلعب تاني فالقصة كبيرة وانت ساعتك كنت تلعب في النادي الاهلي صعب كان حد يستناك سنة سنة ونص وبعد كده لو رجعت يعني رجعت بالذاكرة طب انت لعبت الزمالك والاهلي ومنتخب مصر هتروح فين تاني هتروح بقى مع احترامي وتأدير طبعا لكل الفرق رغم كان في بعض العروض عندي لكن قلت خليك في اهلي او زمالك اخر حاجة اعتقد بتبقى افضل بكتر دلوقتي دروا للك انت تتسرعت انه في لعيب الله تبقى اعلم بتتسويب طوال سنة ونص وترجع تلعب عادي والله بص اكتر 2006 و2007 و2002 اغير دلوقتي تمام يعني دلوقتي فرق كم سنة 13 سنة ممكن يستنوك وغير ما يستنوك كمان التكنولوجيا في العلاج بقت افضل بكتير حتى في العمليات الجراحية بقت افضل بكتير كانت ممكن ترجعك اكتر 6-7 شهور لكن ده نصيب ورزق